مساء الخير حلقة جديدة وموسم جديد من ترند كنا لأجهزة الفترة اللي فاتت الصيف بقى أو أجواء الصيف وكده بس هنرجع بالنجمة العشرة للنادي الأهلي لحيال الناس كلها قرنة مبارح بين احتفال النادي الأهلي بالنجمة العشرة واحتفال النادي الزمالك ببطولة الدوري اللي كان على الدايع كده ده طبعا بسبب ظروف خارجة عن إرادة نادي الزمالك مبارك للنادي الأهلي لإحتفال حالي احتفال كان مبهر ومبهج وهنشوف منه دلوقتي لقطات كتيرة مبروك لنادي الأهلي النجمة العشرة إن شاء الله يجيبوا النجمة الحداشر والإحتفال الاثناشر بس بعد ما الزمالك يحصلهم بقى طيب حروح بقى للفيديو التاني وهو فيديو يعني بتوع التوك توك التيك توك يعني عاملين مشاكل كبيرة جدا على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى كل حاجة ما شاء الله واحد اسمها أمل كانت متجوزة واحد اسمه حليم بغاية كده للموضوع ما هكوش أي مشكلة تلعوا بقى يردحوا البعض يعني هو الردح هو السمة الرئيسية لبطولة تيك توك وهي مراته بس ما عرفش ما حصل تلعت واحدة في الجديدة اسمها بيلا بيلا دي بيقولوا إن هم عاوزين يعملوا ترند فهم يعني بيتفقوا بيلا وحليم إن هم يخطبها وفعلا نزلوا فيديوهات إنه هو خطبها وهنوريكو الفيديوهات بتاعة الخطوبة وكمان وصلت الردح كبيرة من أمل لحليم وهي بتقول له أنا فاهمت ماذاك أنا فاهمك أنا عارفاك أكيد طبعا مع وجوزك يعني الغد دلوقتي جوزها بس هي إن شاء الله هتطلق قريب ده على حسب كلامها إذا مطلعش إن الكلام ده كله مسلسل وتمثيلية من المسلسلات اللي بتتعامل اليمين دولة عشان الترند هي بتقول له خلي بالك الترند انت عاوزه يفضل شغال فصرب بويس إن هو بحبك وبتاعوها الكلام اللي هو اللطيف ده هوريكو دلوقتي كل الفيديوهات وهي يعني هي بتقول دلوقتي حاجات كده مش فاهمها والله تمام يعني تابعوا الموضوع ده بيلا وأمل وحليم ما شاء الله أنا صحصيا أول مرة أسمع عنهم بس يعني هما ما شاء الله مشاهدات بالملايين بيعملوا قصة ويسدوا هو ممكن نقدر نقول عليه مسلسل ميني اللي هو بتاع سبع حلقت ده هنشوف حليم وبيلا وأمل دول أخي يعني هيعملوا إن شاء الله لفترة الجالية وأتمنى لو الموضوع طلع غلط إن هما يتحبسوا هما الثلاثة يعني لو الموضوع طلع إن هوا بيعملوا ترند هما الثلاثة يتحبسوا يعني المجلس الأعلى للإعلام حيئة لازم يعني ياخد باله من الموضوع دي لإن كله بقي يعمل ترند اليمين دول على السوشيال ميديا لإن الرقيب بتاع السوشيال ميديا الوحيد هو المجلس الأعلى للإعلام اللي هو يقدر يوقف الناس دول عند حدوه أهلاً فترة حباباً أكيداً ليش ليه حباباً أمت بقي أستغذينك حاجة أنزل أشوف الزفة اللي هنا دي رح بقى للخبر الثالث وهو حسن شاكوش بعد الحمد لله ما توقف يعني هو دلوقتي موقوف شهر فتقريباً قال أستخف دمي فدلوقتي بشغال بتاع نقط يعني هو عامل على تيك توك كده نقطة بيزعلش على مش عارف إيه بيزعل على إيه هنشوفها دلوقتي هنسمحها يعني دمهم الحمد لله لا بيعرف يغني ولا دمه خفيف ولا أي حاجة مش عارف وبصراحة وعيشتي طبعاً بالمناسبة حسن شاكوش وكان عنده أزمة كبيرة مع المطرب ريدا البحراوي وريدا البحراوي يعني رغم أنه هو مش بتاع مهرجانات هو رجل بيغني غنى يعني لطيف لكن ينسق الحقيقة ورا حسن شاكوش وبتاعه دخل في المشدة كبيرة جداً والأستاذ هنشكر وقفهم هما الاتنين طبعاً حسن شاكوش ريدا البحراوي التاريخ عليه وقال له مطرب فلاشة ومش عارف إيه والتاريخ كانت شغالة جمدة جداً والحمد الله كمان أن مطربي الفلاشة وده خبر مهم جداً وحاجات حلوة جداً كلهم مش هيشتغلوا بفلاشة تاني الأول كانوا بيجيبوا فلاشة يحطوها في الدي جي وحاجات دي يعني ويغنوا مع الكلام يعني بيحركوا شفيفهم مع الكلام دلوقتي الكلام ده اتمنع ولازم أي مطرب يغني فرقة من ثمن موسيقيين طبعاً كده هنشغل الموسيقيين ومطربين دول هيتكشفوا اللي بيعرف يغني بقى يغني وانا ما بيعرفش يقعد في البيت مهم حسن شاكوش تلع دمه برضو تقيل لا بيعرف يغني ولا بيعرف كده حاجة يلا بشفوش كده هروح بقى للخبر الأخير وهو الحقيقة يعني برشلونة بالنسبة لناس كدير في مصر هي زي الأهلي كده يعني الأهلي عند ناس كده هو النجمة العشرة والنجمة الحمستاشر والنجمة العشرين في برشلونة نفس القصر هو برشلونة تجرد من نجوم كسرين منهم موسي طبعاً ومبارح لقى هزيمة مزلة أمام باير مناخ الألماني ثلاثة صفر فالحقيقة إن الجوني الثالث كان بيحمل إهانة كبيرة جداً لأشاك البارسة في مصر وهما كانوا زعلين جداً البارسة بيتهزق البارسة بيتهان يعني هو طبعاً مسي مشي علشان موضوع اللعب النظيف أو الحاجات النظيفة بتاعت أوروبا دي اللي مش عندنا في مصر بالمناسب النادي الأهلي كل سنة بيجيب عشرين محترف والحمد لله يجيبهم بملايين وبيحهم بملايين يعني كان فيه الأعيب اللي هو بتاع الجونة ده اللي جابه كان اسمه بوالية جابه مش عارف برقم كبير قوي وبعه برقم سباير قوي يارب بقى يتطبع عندنا اللي هو النظام المالي النظيف ده يعني شوف الأهلي بيجيب الفلوس دي منه بصرفها فيه زي برشلونة كده برشلونة لقى هزيمة مزلة يعني فيها إزلال وجون التالت تحديداً هو اللي خلنا الناس كلها على السوشيال ميديا تتكلم وتزعل وتدائق جداً يعني كان فيه شوية قدر من الحرفنة الألمانية والزول لبرشلونة وتغلب 3 صفر مبارح 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 فالحقيقة جمهور برشلونة كان زعلان جداً 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 وحزين وبتاعه بس هي دي سنة الحياة أعتقد يعني ممكن يروحوا شجعوا باريستان جرمان أهو ميسي بقى هناك وكل النجوم هناك دي كانت حلقتنا الأولى من الموسم الجديد لترند إن شاء الله هنقدم لكم حاجات كثيرة جداً وكل اللي بيحصل وكل السوشيال ميديا بيتكلموا عنه فتابعونا في ترند وبس